وضع وسؤال سألتني إخت كريمة الأسبوع الماضي هنا بعد الخطبة وطلبت مني أن أتكلم به على المنبر ولو أنه حساس في موضوع الصيام ونسأل به كل عام وخاصة عندما يقترب رمضان من الأشهر الصيفية ويصبح فيه الصيام صعبا وشاقا من ناحية التقصي الحرارة والشمس ومن ناحية الوقت الوقت هنا ممكن توصل 18 إلى 19 ساعة في بلاد مثل البلاد الإسكندنافية ممكن أن يصل بها إلى 20 إلى 21 ساعة صيام موضوعهم أحرج من موضوعنا ففعلا عندما يصل الصيام لأكثر من 20 أو حتى يقرب من 21 ساعة ويكون وقت الإفطار فقط 3 ساعات يجب أن يكون هناك حلولا فقهية ولكن ليس مجالنا وليس موضوعنا اليوم نحن في البلاد الوسطي أصعب من غيرنا ولكن بنفس الوقت هناك من هو أشق منا وأصعب منا فالأصل في الموضوع الصيام والاستعانة بالله والتحضير سواء النفس كما نقوم به اليوم سواء الجسدي مثلا في موضوع الشراب ألا يتساهل الإنسان بشرابه أن يشرب من الماء أقل ما يمكن لترين أو ثلاثة أو أربعة من الماء ولو قال لا أستطيع الآن يجب أن تشرب ويجب أن تنتبه على شرب الشباب خاصة والمراهقين وهذا أمر مفروغ منه فالصيام للقادر لا خلاف عليه نحن هنا في النمسا لا يأتي إنسان ويسألنا المغرب الساعة التاسعة أو بعدها نعرف ولكن نصوم إن شاء الله عز وجل أين المشكلة؟ المشكلة أن في هذا العام بالذات الصيام يأتي في آخر أيام المدرسة والتي فيها الامتحانات للأطفال والشباب والعام القادم سيكون أصعب حيث سيكون في شهر حزيران كله يعني كل الامتحانات تقريباً والمذاكرات الأخيرة والنجاح والرسوب في هذا الشهر لكثير من أولادنا وشبابنا فنحاول التفصيل في هذا الموضوع على عجالة إن شاء الله أولاً الأطفال الغير الحالمين الذين ليس مفروضاً عليهم الصيام أصلاً فإخوتي وأحبابي لا نزاود في هذا الموضوع الطفل الذي لم يحلم أو الطفلة التي لم تبلغ لنتركها بحالها لا نجبر الطفل على الصيام في مثل هذه الأوقات عندي اقتراح آخر كيف نتعامل معه أيام نفس هذه الخطبة سبحان الله لو كانت قبل حوالي عشرين سنة كان أسهل الوقت وأسهل الصيام هنا في النمسة مثلاً تصوم الساعة السادسة أو السادسة والنصف صباحاً يعني الإفطار الصباحي وتفطر الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة ظهراً يعني عندما يرجع الولد إلى المدرسة تسألوني هل يصوم الولد إذا أراد وهو في عمر الثامنة أقول طبعاً ولا حرج في ذلك فهذه الخطبة يجب أن تسمع في وقتها وبلدها وللناس المتعلقين بها ليست هي خطبة عامة لكل زمان ومكان وإنسان فالطفل إخوتي لا نزاود ونقول مثل ما كنا نقول دائماً ابني من عمره خمس سنين إلى الآن لم يترك يوماً في رمضان طبعاً جميل لا أنكر ولكن لا يعني شيئاً أبداً من الناحية الشرعية لا يعني أن ابنك الكريم سيكون في كبره عالماً أو مجاهداً أو مثقفاً أو فقيهاً لا يعني أبداً حتى سمعنا من ناس كانوا يصوموا في صغيرهم إجبارياً ويفطروا في كبرهم عندما صار عمرهم 22 و23 سنة فروح الصيام فروح الصيام تعلمه أخي وتعلمه أختي دروس الصيام التي تكلمنا عنها ومثلاً ومثلاً يذهب لأذان الظهر يؤذن فيفطر الأطفال هناك من عكسها ومن قال بالعكس يأكل الطفل في النهار وهذا ما أراه مناسباً أكثر لنا يفطر كالعادة يشرب يأكل ما يريد وبعد ذلك عند الظهر أو قبيل العصر اتفقوا على وقت معين يشرب ويصوم لكي يشعر بجمال الرمضان بجمال الجلوس مع أمه وأبيه على صفرة الإفطار وأن يشعر به ويحس بالصيام ويجوع قليلاً ويعتشق قليلاً هذا شيء مبارك إن شاء الله أو التخلي مثلاً عن ألذ الطعام أن الولد يأكل فقط مثل خبز وماء لا أكثر لكي يعرف ويفرح عندما يأتي وقت الإفطار إخوتي وأحبابي أي طريقة هي لكم هي ليس موضوع شرعي أو فتوى شرعية كل واحد يفكر ويرى ما يراه مناسباً لبيته وأهله ويتصرف على ذلك وحذاري من أن يأتينا بعد ذلك التليفونات من المدارس هذا الولد عمره عشر سنوات واليوم وقع في ساعة الرياضة لماذا وقع لأنه يصوب لأن الإسلام يجبره بالصوب نشرح ليلة نهار لا يفدنا يطلع الخبر الأطفال في المدارس المسلمين يقعون سرعة من أجل صيامهم الذي كتبه عليه دينهم وهذا ليس صحيحاً افتراء أيضاً على الديني ولكن حتى نصلح مثل هذا نحتاج لوقت لذلك ليس لإرضاء فلان أو علان وليس لتكحيل عيون ولكن للحفاظ على مقاصد شريعتنا حيث أن الطفل غير المكلف ليس مجبوراً أصلاً بالصيام فنمشي على ذلك لا أكثر ولا أقل لا نفتي لا نفتي بجديد فقط نشرح الفرق بين التقاليد الاجتماعية وبين الفتوى الشرعية إخوتي وأحبابي هذا سهل من الناحية الشرعية بالنسبة للأطفال الناحية الأصعب هو الشباب البالغون طلاب الجمنازيوم طلاب المثل شولي الذي مذال عندهم فحوص مساءً أحياناً ماذا نقبل لهم؟ إخوتي إذا كان هذا الأمر عليه شاق فإن شاء الله لا حرج أن يعتبر مضطراً أو داخلاً فيما لا يستطيع ويفطر إذا كان ممكناً للشباب والبنات الذين عندهم امتحانات أو دروس لا تجبروهم لا تؤكد عليهم يجب الصوم إذا رأى بنفسه أنه قادر فهذا جميل وممتاز ويأخذ معه شيء من الأكل والشرب إلى المدرسة أو إلى الامتحان إذا أحس بضعف يؤثر على ما يقدمه يفتر إن شاء الله وبعدها يصوم يوماً عنه إخوتي وأحبابي لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك عندنا بعض المدارس التقليدية التي ربت الأولاد على فكرة أن صيام إفطار يوم عمد بدون عذر يحتاج إلى صيام شهرين متتابعين لقضائه وإذا مرض خلال هذا الشهرين أو لم يستطع فيجب أن يعيدها ستين يوم متتابعة وخاصة عند إخواننا الأتراك عندهم هذه الفكرة بشكل قوي جداً يعتوا ويسألون هل صحيح هذا؟ نقول إخوتي شبه إجماع في هذا الموضوع أن الشهرين المتتابعين هو المفطر على الجماع المفطر عمداً على الجماع الذي جامع زوجته أو غير زوجته وأفطر على ذلك فهذا عقوبته وكفارته صيام شهرين متتابعين والعياذ بالله إذا كانت غير زوجته يكون الزنا والكبيرة العظمى ولكن ليس هذا حديثنا والنسبة لحكم الصيام يكون الإفطار بالإجماع عن طريق الجماع كفارته شهرين متتابعين هل نأخذ من هذا من هذه الفتوى لأي إفطار لا نأخذها لغالبية ولو كان هناك بعض العلماء الذين قالوا بها نتركهم ونأخذ فتوى المعتمدين الآخرين أولا ثانيا نحن أصلا لا نعتبر هذا الإفطار إفطار عمد أبدا قلناها الأصل في الموضوع هو الصيام حتى الشاب المسكين الذي يفطر لا يفطر فرحا يفطر رخصة إخوتي وأحبابي هذا بالنسبة لموضوع الصيام في هذه البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر